السؤال كيف لمدان العباسية أن يتحول إلى منطقة درع أو باب عمر أو حمص هو ده السؤال اللي لازم نسأله الآن هل المدان العباسية تحول بقدرة قادر إلى منطقة من مناطق سوريا وشبيح البشار الأسب كيف يحدث هذا ومن الذي فعل هذا الاعتصام عندما بدأ يا أستاذ مونة الاعتصام كان حضاريا جدا يعني المعتصامين بيصوموا اتنين وخميس بيصالوا صلوات جماعة كلهم قيام ليل قرآن هتفات مناقشات سياسية حتى بنروح عند الأسلاك عند الجنود وبنكلموا بمنتهى اللطف وبمنتهى الأدب عروض بروجيكتور لمسيرة الثورة ولانتهاكات العسكر يعني حاجة ملهاش أي علاقة بالتعدي يعني احنا في منطقة بعيدة جدا لحدث من برح سنة 12 ونص انه بدأ ظهور هؤلاء وضربوهم النار من مناطق عالية من عند الكباري ومن منطقة اللي هي يعني مقابلة لمسجد النور بعض الشباب طبعا خاف على المتوجدين المعتصمين فذهب لكي يعني يغطي ظهرنا او لكي يواجه هؤلاء طبعا كان هناك ناس مضربين جدا يعني كان معهم كلاش الكوف وقالي ورصاص متعدد يعني حاجة فوق الوصف يعني انا قلت الحديث انا من مصابين مع وقات الجمل لم يحدث هذا على الاطلاق انا اصابتي كانت طوبة فراسي يعني كان كل الاصابات الا ما ندر كانت بالقناصة لكن معظم الاصابات كانت لا اما بالطوب لا اما بالتعدي ببعض الزجاجات الملطوف او هكذا